فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال وروا مسلم في صحيحه من حديث حماد بن سلمة أخبرنا ثابت عن أنس قال ما صليت خلف أحد أوجز صلاة من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم متقاربة وكانت صلاة أبي بكر رضي الله عنه متقاربة فلما كان عمر رضي الله عنه مد في صلاة الفجر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم نعم وهذه حديث صحيحة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصليها معتدلة في قيامها وركوعها وسجودها والاعتدال من الركوع والاعتدال من السجود فكان صلى الله عليه وسلم يعتدل من الركوع ويقوم قائما ويطيل ذلك حتى يقال إنه قد أوهم أي نسي وكذلك بين السجدتين كان يجلس فيها ويطيل الجلسة وفي هذا رد على من يخل بهذا الركن نعم وهو الاعتدال من الركوع والسجود أن بعضهم لا يعتدل بل يسجد بعد ما يرفع على طول نعم ويسجد بعد ما يرفع من الركوع الأول على طول يعني مباشرة مباشرة يعني ولا يجلس بين السجدتين ولا يعتدل من الركوع ويقف وهذا خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وإهدار لجزئية من الصلاة وركن من أركان الصلاة فيجب الانتباه لذلك وكل هذا يدل على حرص أهل السنة وأهل العلم على الاقتداء بصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه هو القدوة وليس القدوة بفلان أو علان ترجمة نانسي قنقر